المغرب وقبل أن يستبعدهم وانطلق المنتخب الوطني إلى المغرب ووصل بالفعل بالأمس وقابل لعبي الأهلي الدوليين اللي انضموا إلى المنتخب وبدأت رحلة جديدة من الاستعدادات فوصلنا إلى محطة المباراة الآن غدا في تمام التاسعة بإذن الله في المغرب يلتقي منتخبنا الوطني في مراكش مع منتخب بغينيا على أمل أن الفريقين اللي بيمتلكان تسع نقاط يتفض الشراكة بينهما على مستوى الصدارة وإحنا أساساً بنحتاج فقط إلى نقطة وحيدة من أجل التأهل الرسمي عن هذه المجموعة اللي فيها تسعة مصر تسعة غينيا تلاتة ملاوي وتلاتة إثيوبيا في هذه المجموعة تصفيات أمم إفريقيا ربما هي من الأمور السهلة على مستوى محطاتك للتأهل إلى البطولة ولكنها مهمة لأمور أخرى غير التأهل بكل تأكيد فهي مهمة لبلورة شكل منتخبنا اللي تحسن نسبياً في المراحل الماضية إحنا جايين من انتصار ثلاثي على منتخب ملاوي في ملاوي في الجولة الماضية وبالتالي هو أمر إيجابي إن إحنا نواصل التحسن وإن كنا محتاجين استغلال مثل هذه الفترات علشان نلعب مع منتخبات نزود بيها قوة المنافسين ويزيد بالتبعية مستوى منتخبنا الوطني النقطة دي رد عليها مستر روي فيتوريا في إطار رده على تساؤلات الزملاء الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الغد فتعالوا مع بعض نستعرض تصريحات المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني يلا بينا مستر روي فيتوريا قال إن المنتخب تجاوز أزمة موعد مباراة غينيا لأنه كان الرجل متضايق جداً في المؤتمر اللي عمله هنا في مصر قبل السفر وقال إنه لم يكن هناك احترام لمنتخب مصر ولفريق مصري يشارك فيه نهائي دوري أبطال إفريقيا قال إن المنتخب جاهز للمباراة ولن تكون سهلة بعض لعبي المنتخب يعانون من الإجهاد ولن نشرك أي لاعب إلا الجاهز بنسبة 100% طبعاً في لعيبة من الأهلي 8 لعيبة موجودين في المنتخب لسه مخلصين نهائي دوري الأبطال يوم الأحد يعني من يومين قال إن محمد صلاح قائد بمعنى الكلمة ويحرص على نقل خبراته لللاعبي المنتخب سعيد بالروح القتالية لدى اللاعبين داخل المعسكر وهذا أمر يجعلني متفائلاً دوماً نقود لقاء غينية من أجل الفوز وقمنا بضم 28 لعباً تحسباً لأي ظرف طارق دا كنا قلنا لحضراتكم بالتفصيل يوم إعلان قائمة المنتخب مستر روي بيتوريا تسأل في إطار المؤتمر الصحفي على نقطة مهمة وهي إحنا ليه ما بنلعبش مع فرق كبيرة بنشوف منتخبات بتستنى التوقفات الدولية دي وبتعمل اتفاقيات واتفاقات من أجل خوض مباريات مع مستويات أعلى قد يكون النظرة إجابتها إنه إحنا مش عايزين دلوقتي إن إحنا نلعب مع منتخبات بيتوريا